مقالي ومقاله تاريخ المصر أنك تنتقل للعاصمة جديدة تنتقل للعاصمة الإدارية بكل ما فيها من تحديات كبيرة جدا وتجهز للمستوى أنها تستضيف في أحد فنادقها هذا المؤتمر المهم جدا اللي من خلاله بيداشن اتحاد الكرة أو ربطة الأندية بالأحرى الشكل الجديد للدور الممتاز أنا طبعت كده على عجالة يعني لكن طبعا منظر يفرح والكسبان هو العاصمة الإدارية الجديدة اللي ناس كتير مش عارفة إيه هي هي حاجة رائعة داخل مصر ولما حتبتدي الرجل يدب فيها بناء للمؤسسات الحكومية هتشوف أنها رئة محترمة وحلت مشكلة كبيرة وحتتدي لك فرص أنك تستخدم مباني كانت قيمتها التسوقية يكاد يكون صفر إلى استخدامات استثمارية عالية جدا في داخل الزحام بتاع القائرة القديمة الزكاء في أنك أنت تعمل اللغة دي هناك فيه مكاسب كتير جدا الناس بسط على شكل العاصمة وأدراكت حجم العمل اللي تم هناك التجربة بقى نفسها هو إحنا قبل كده ما كان ليه فيه رعاة للقرة المصرية بس أنت المرة دي غيرت اسم الدوري قرنته بالرعي قبل كده كان فيه برضو شركات محمولة ما تقلش إن ده دوري كذا لكن دلوقت أنا جيبة دوري كان بيتقال مجازا يعني كان بيتقال مجازا النقلة دي بقى دي نقلة لازم يبقى فيها مبلغ محترم طبعا كلمة إن الدوري يقرم باسم الشركة لازم أن تكون دفعة حاجة كبيرة جدا لما أنا بقى الدوري والعراقة مش عارف محدش بقى يقعد زايد يقول لك والزاعي والدوري خلينا في الاحتراف وعقلة الاحتراف لما جاءوا لنا أندية بقى يقترن اسمها بالرعاة في محافظاتها لازم يبقى فيه فكرة جديدة تقبل فيه تقبل وفيه حماس وفيه ترحيب بتنفيذ هذا لأنه لا نجاتة للأندية الشعبية إلا بالإمكانات إلا بوجود مثل هؤلاء لأنه بيخش نفسوك متى لما أنت ما بتعملش كده المستثمر ده بيروح يعمل نادي ينفقي نافس في المحافظة بتاعته فده مش مظبوط المظبوط بقى أن إحنا تقترن الأسماء ويحصل الاندماج ما ضيعش اسم النادي العريق ها يعني المحلة ظل محلت كذا إسماعيل مش عارف إيه لو فيه نادي يدفع مبلغ محترم أهلي مش عارف إيه زمالك مش عارف إيه المدرجات دور السعودية حتى دور الدرجة التانية بيحمل اسم شركة يعني ممكن دوريات أنا بتكلم على فيه حتة الناس مش عارفة تقتحمها بس لما جيب أنا بقى يبقى فيه إيه يعني بالنسبة لأهلي زمالك مش عارف إيه بتاع دول عايزين راعي عالمي أه طبعا يبقى ما يبقاش راعي محلي يبقى راعي يدخل العملة الصعبة لمصر يبقى فيه حاجة تسوى أنك أنت يقترن اسمك براعي كذا ويبقى قرين اسمك هذا الراعي